بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرون لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر آيار عام الفين وثلاثة وعشرين توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وجه سيادته بضرورة الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإجراءات العملية بشأنها وتوحيد جهود الدولة نحوها وجه سيادته بالاهتمام بالحجاج المتجهين إلى بيت الله الحرام وتقديم كامل التسهيلات اللازمة للحج والقوافل والرحلات وبما يؤمن أفضل الخدمات لهم واعتماد سعر الصرف الرسمي للحجاج مقررات مجلس الوزراء على مسار الجهود الحكومية لتوسعة وتنويع مصادر الطاقة البديلة المتجددة أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 23040 لسنة 2023 بشأن شمول مشروع الطاقة الشمسية الموقع بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية بالآليات نفسها المبينة في قرار مجلس الوزراء 23183 لسنة 2023 وبإسلوب تيك أور باي لشراء كامل الطاقة المتاحة من المحطة بحسب صيغة التعاقد المتفق عليها قرار وفي مجال الطاقة وتطوير هذا القطاع الحيوي أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 23041 لسنة 2023 بشأن الموافقة على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بخصوص الدعوة المباشرة المرقمة 17 لعام 2021 مشروع نصب محطة الطاقة الشمسية في محافظة المثنى بسعة 750 ميجاوات بعهدة شركة Power China وبمبلغ إجمالي 520 مليون دولار و234 ألف و202 وفقا لما جاء في كتاب وزارة التخطيط المتضمن تنفيذ المشروع وعلى مرحلتين بواقع 250 ميجاوات للمرحلة الأولى التي يجب أن تتضمن التشغيل الكامل للمحطة بحسب الصلاحية المالية والصلاحية الممنوحة لوزارة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 2022 وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 قرار وأقر مجلس الوزراء أن يكون تزديد المبلغ بشأن بدل قطعة الأرض المخصصة لمجمع الأحرار السكني في محافظتي المثنى وكركوك من مؤسسة السجناء السياسيين على وفق قانون الدعم الطارئ وشطب المبلغ المتبقي على وفق المادة السادسة والأربعون من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 قرار استناداً إلى ما جاء في توصيات اللجنة المعنية بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من تأريخ 28 الأول عام 2021 ولغاية تأريخ 27 تشرين الأول لعام 2022 تقرر تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2022 المتضمن إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الحصول على شهادات اعتماد من الحيئة العراقية للاعتماد بحسب كتاب وزارة التخطيط قرار وفي مجال متابعة تنفيذ المشاريع الصحية والخدمية قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار وزارة الصحة بتنفيذ مشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2022 وملحق العقد المبرم مع شركة جنرال أليكتريك بتأريخ 25 الأول 2022 كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم 23 ألف واثنين وثمانين المتضمن الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الصحة بشأن تخفيض الرسم القمرقي لقطع غيار أجهزة المعجلات الخطية لتصبح 0.25% قرار وفي مجال متابعة الإصلاح في قوانين العمل والضمان الاجتماعي أقر المجلس تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2018 بشأن توفير الضمان الاجتماعي قرار وفي مضمار الإصلاح الإداري وافق مجلس الوزراء على تصفية الشركة العامة لتنفيذ مشاريع الماء التابعة إلى أمانة بغداد لعدم إمكانية الشركة المذكورة آنفا من تعديل وتقديم البيانات المالية وعدم توافر المستلزمات المادية والبشرية وإنها لم تمارس أي نشاط منذ العام 2009 استنادا إلى أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل قرار وأقر المجلس تعديل الفقر الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2022 بشأن الموازنة التخمينية لبطولة كأس الخليج 25 بكرة القدم بإضافة عبارة بين مزدوجين وسد متطلبات الاتحاد العراقي لكرة القدم الأخرى قرار اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 23 ألف وثمانية لسنة 2023 بشأن الموافقة على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط المتضمنة إحالة مشروع إنشاء إنبوب التصدير البحر الثالث بقطر 48 عقدة بطاقة تشغيلية 2 مليون برميل باليوم وفق القرض الياباني شركة نفط البصرة بعهدة شركة بوست كالس الهولندية وبمبلغ 416 مليون وتسعمية ألف دولار وبتنفيذ خلال 400 يوم تضاف إليها مدة الأعمال المبكرة شريطة اللاتحال إلا بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 وإكمال متطلبات الإدراج ضمن الموازنة الاستثمارية قرار وفي إطار العمل على تحيئة سبل نجاح انتخابات مجالس المحافظات وافق المجلس على متطلبات تنفيذ هذه الانتخابات لعام 2023 المثبتة بموجب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار قرر مجلس الوزراء ما يأتي واحد استثناء مشروع طريق ربط مدينة علي الورد السكنية بمدينة بغداد والطرق الحولية لها من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية المتعلقة بمتطلبات إدراج المشاريع الاستثمارية اثنيا قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع المذكور آنفا كما جاء في الفقرة واحد أعلاه بكلفة تخمينية أولية قدرها ميتين وسبعطعش مليار ومية وتسعة وتلاثين مليون وتلاثمية وخمسة وتلاثين ألف دينار عدى نسبة الاحتياط والمراقبة الثلاثة تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء التعاقدات بأسلوب الدعوة المباشرة تصميما وتنفيذا ضمن الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفا في الفقرة الثنين أعلاه استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وعدم صرف أي مبالغ إلا بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية قرار وافق مجلس الوزراء على مشروع تطوير ودعم وصيانة منظومة تسجيل المركبات وإجازات السياقة في بغداد والمحافظات استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود شكرا